هنروح لكرة السلة رجال اللي بيستعدوا الآن لكأس العالم اللي هتلاعب في نهاية هذا الشهر في 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر وهتلاعب كأس العالم في ثلاث دول الفلبين اندونيسيا واليابان وخلينا نقول ان اندونيسيا كمان هتستضيب بطولة العالم للأندية اللي هيشارك فيها بإذن الرحمن النادي الأهلي كبطل أفريقيا بعد فوزه في بطولة البسكتبول أفريكا ليج اللي فاز بيها طبعا هذا العام 18 لاعب تم اختيارهم من روي رانا المدير الفني سفروا إلى دولة الإمارات عشان يشاركوا في معسكر طويل هناك الحقيقة وبعد هذا المعسكر هيتوجهوا مباشرة إلى الفلبين عشان يشاركوا مع مجموعتهم طيب ست لاعبين من أصل 18 عم نكلم فيه 33% من قوام المنتخب من النادي الأهلي من الست لاعبين اللي اتخذوا إيهاب أمين طبعا على رأسهم عمر الجندي عمر طارق كريم حاتم عمر عزب عمر ظهران مين مجموعتنا في كأس العالم المكسيك ليتوانيا الجبل الأسود خلينا أقول لكم أن فرصنا الفوز على المكسيك هي الأقرب إنما ليتوانيا والجبل الأسود فرقتين من أوروبا الحقيقة بيكون مباراة صعبة أتصور هتكون صعبة على منتخب مصر ممكن نقدي فيها مباراة جيدة ولكن لا أحد يعرف إيه اللي ممكن يحصل بس الحقيقة عايزة يعني علق على لعبتنا اللي تم اختيارهم من قبل روي رانا إن إحنا الحقيقة عندنا كمان لعبة تستحق الدخول إلى المنتخب ده اختياره وأكيد طبعا بنحترمه ولكن النهاردة عايزة علق على اتنين لعبة تم اختيارهم كريم حاتم صاحب التمنتاشر عام يعني يمكن أو تسعتاشر عام لا خلينا نقول كريم حاتم تسعتاشر عام انضم للمنتخب منتخب يمكن كنا زمان نشوف صنوع الألعاب بينضموا لمنتخب مصر ولكن بينضموا كبار بعد ما بيكونوا اكتسبوا الخبرات وتم سقلهم في الملعب أو دوري المحلي بيروحوا بعد كده لمنتخب مصر ده ما حصلش مع كريم حاتم أو ما حصلش من سنين طويلة يمكن من أيام هشام أبو سريع من أيام طري خيري من هذا الجيل ما تمش ضم لعبة أو صنع ألعاب في سنهم زغير النهاردة كريم حاتم بنتكلم في لعبة 19 سنة بمناسبة كريم رايح أحد الجماعات في أمريكا ولكن كريم دمامه النهاردة لمنتخب مصر مكسب كبير جدا وفكر جيد أن أنت تضم صنع ألعاب في السن ده ويكتسبوا الخبرات مع المنتخب لأنه يمكن المركز ده هو أكتر مركز عندنا فيه ضعف ما احترامنا لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر ولكن هذا المركز بيحتاج مقاومات شخصية ومقاومات فنية وخبرات التلاتة وده بيكون صعب جدا أنت تثق اللاعب صنع ألعاب في مصر فالحقيقة ده توجه جيد لرويرانا اللي أكيد بيبني على المنتخب أو بيبني للسنوات القادمة عايز أعلق كمان على عمر زهران عمر زهران يكفي أن هذا اللاعب يعني عنده صلابة وقوة إرادة قوية جدا طب ليه بقول كده عمر زهران لم يتم اختياره في أي منتخب في الناشئين لا سواء 16 سنة أو 18 سنة ناشئين أو شباب مستبعد وما اتخذش فطبعا كانت بيبقى أكارات غريبة وكنا احنا اتكلمنا في هذا الموضوع أنه كان من حقه يخش وما دخلش ومع ذلك لم يأس لعبة أنه عايز بس وصل لكم المنتاليتي والفكر اللاعب بيه عمر زهران هذا اللاعب يعني حقيقة محتاجين نحط عليه الدوق ونقف عنده شوية أنت بتبقى لعيب زغير في الناشئين لعيبة زميلك في النادي ولعيبة زميلك في سنك في أنديه أخرى تم اختيارهم في منتخبته منتخب مصر وأنت ما بتتخذش فأكيد دول بيأخذوا خطوة أكتر منك وبيسبقوك سواء في أنديهتهم على مستوى كنت على مستوى سنك النهاردة عمر زهران ما يأس أثبت نفسه مع النادي الأهلي في الناشئين وتم تصعيده أيام كابتن أشرف توفيق لما كان مدير فن خاد الفرصة اختنامها أثبت نفسه جيه بعد كده مستر أجوستي بوش كمل ودي له فرصة أكبر وأوسع استغلها وبقى أقوى المفارقة كمان أنه تم استبعاده أيضا من منتخب مصر الكبير بالرغم أنه أنا بقول لكم والكلام ده فني وأنا بقوله على مسؤوليتي أن فيه لعبة بيتم اختيارها في المنتخبات في نفس مركز عمر هو عمر أحسن منهم بكتير ولكن يعني ما عرفش السبب إيه لعبة بكل يعني المقييس بيبقى يعني رأيي حتى ضيوف اللي كانوا بيجوا في السودي التحليلي كانوا بيقولوا أنه عمر أحسن ولكن برضو ما يأس أثبت نفسه وتقلق مع النادي الأهلي في اتنين دوري فاز بيم والنادي الأهلي وراح البسكت بالأفريكا الليك تقلق بشكل ملحوظ تم اختياره في منتخب أفريك تحت 23 سنة ولعب بطولة المنتخبات في كندا من حوالي أقل من شهر يعني النهاردة عمر زهران لعب لا يعرف اليأس دي رسالة لكل لعبتنا هذا اللعب عمره 22 سنة ومر بصعاب لو أي لعب مر بيها هيحبط وهيخرج بره النص خالص نهائي يمكن أخوه الأصغر بيبو زهران انتخذ منتخبات يعني واخد فرصة أحسن من أخوه ولكن عمر زهران النهاردة بيدرب المثل لكل اللاعبين مفيش حاجة تعطلك وبيضرب مثل كمان أن النادي الأهلي هو بوابتك يعرف كده دايما النادي الأهلي هو بوابتك دايما أنت في النادي الأهلي ولابس قميصة النادي الأهلي لازم تحمد ربنا على هذه النعام عايز أقول برضو حاجة تانية تطرق ليها يمكن النادي الأهلي احنا دايما ملتزمين كقناة النادي الأهلي ان احنا ما بنعلنش عن أي صفقة تم انتقالها إلا بعد النادي الأهلي ما يعلن ولكن كان اللعيب أو الجماهير كانت متخوفة شوي على فريق السلة بعد انتقال يعني أو مركز بوزيشة الخامسة أو السنتر التئيل يمكن في الفرقة حصل فيه عجز بعد انتقال يمكن أحمد إسماعيل لنادي زمالك أو بعد استغناء الأول نادي الأهلي عنه واستغناء عن خدماته وبعد كده انتقاله إلى نادي لأنهذا ترتيب الإعلان نادي الأهلي يعني أنهى التعاقد معاه وأعلن ده وبعد إيها بشوية شفنا نادي زمالك بيتعاقد معاه فإذن يعني النهاردة عندك في بوزيشة 5 مفروض كان ثلاث لعيب عمر طارق سيف سمير وأحمد إسماعيل انت فقدت قهود أحمد إسماعيل ولكن نادي الأهلي فيه طريقه عن الإعلان إن شاء الله قريب يعني الكلام بيتقال كده والأخبار اللي جاينا إن شاء الله المركز ده سيتم تدعيمه بشكل أو بآخر بأحد الصفقات التئيلة إن شاء الله نشوف ده قريب والنادي الأهلي لما يعلن أكيد ده نعلن بس أنا عايز أقوله النادي الأهلي دايما بيشتغل ودايما بيطور ودايما بيشوف رئيته ناصة وشوفنا يعني كابتخاد العوضي في مدخلة في قناة النادي الأهلي وهو بيقول إن الفترة اللي جاية هتشهد التركيز بقى على الملف المحترفين في الألعاب كلها هيشهد التركيز مع دعم الفرق النهاردة قلت الياد بتلعب في البوسنة بطولة دولية ونجيب أخبارها عندك أيضا كرة السلة مستر أجوستي بوش خلاص مفووض يكون وصل وبدأ يستعد يستعد للمسم الجديد الطويل برضو أيضا اللي هيكون فيه مباراة كثيرة يعني النادي الأهلي ما بيقفش عند حاجة معينة مسم تاريخي تعامل لا عايزين نعمل مسم تاريخي تاني وثالث ورابع وعشر وهو ده النادي الأهلي